السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزيز المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك يا بلادي أمس كان معسكر الكابتن نبيل معلول معسكر المنتخب السوري الأول لرجال في مدينة اللذقية وكان معسكرا كالعادة الكابتن نبيل معلول يبذل قصارى جهده مع المنتخب السوري الأول لرجال نحية الحلم نحية الوصول إلى حلم ووصول إلى كأس العالم لا أحد يتحدث عن الإنجاز في كأس العالم داخل كأس العالم الكل يتحدث عن فقط مجرد الوصول وأنا أعتقد أن المنتخب السوري سيصل سيصل بمنتخب 80% منه لعيبة محليين ليسوا لاعبين محترفين وتذكروا كلامي بإذن الله طبعا هناك عوامل للوصول إلى كأس العالم ولكن أنا أشم رائحة الوصول إلى كأس العالم من بعيد من بين صور المعسكر كان هناك صور لبعض من اللاعبين اشتقنا لهم ولعودتهم للمنتخب السوري ولمعسكر المنتخب السوري وهم مرديك مرديكيان وأحمد الأشقر وأحمد الأحمد ومحمد عنز ليه تحديدا الأربع لعيبة دول؟ لأن دول كانوا مصابين بفيروس كورونا هم وكمان ثلاثة من الإداريين والحمد لله عادوا أمس في المعسكر وكما أمامكم الصور أول صورة لمرديك مرديكيان الصورة الثانية فيها كامل حميشة وخارد المبيض كامل كواية وأحمد الأحمد أو عليش وصورة أخرى فيها محمد ريحانية أنا يعني من عشاق محمد ريحانية ومن عشاق مستواف الدور السوري الممتاز وقدرته الرائعة على اختراق الهجوم بكل سلاس أيضا صورة أخرى للكابتن نبيل معلول نسيت أقول لكم من الصورة اللي فاتت الكابتن طبعا إبراهيم علمه طبعا بكل تأكيد وثائر كوروما وآخرين الكابتن نبيل معلول وهو يحدث الكرة وعبد الرحمن بركات أيضا منضم حديثا يعني خلاص أصبحنا نتحدث على أن معسكر المنتخب السوري الأول للرجال اكتمل خلاص يعني المفروض هم دلوقتي 33 لاعب داخل معسكر المنتخب السوري الأول للرجال ولكن هناك صورة غريبة جدا جدا المفروض أن المعسكر بيغيب عنه لاعب وأكيد أنتم عارفينه نأتي للصورة الكابتن طه موسى وخلفه مؤيد العجان يعني كيف لمؤيد العجان أنه هو بيحضر في معسكر المنتخب السوري الأول للرجال حتى أمس وهو تعرض للعقوبة من قبل ناديه نادي الوحدة ومن قبل الاتحاد السوري لكرة القدم على خلفية ظهوره في مقطع فيديو هذا المقطع كان يساء فيه لجماهير نادي الاتحاد أو الأهلي السوري واللاعب ده كان من ضمن المدعوين لمعسكر المنتخب السوري الأول للرجال ولكن هم ذكروا أمس بالرغم من أن اللاعب من المدعوين للمنتخب الوطني للرجال من غير المقبول مشاركته في مثل هذه السلوكيات فقد تقرر إيقاف اللاعب عن المشاركة مع المنتخب الوطني في المباريات الرسمية والودية لمدة ستة أشهر من تاريخه أتساءل ما سبب وجود الكابتن مؤيد العجان طبعا حابب أن أنا ألفت نظركم لشيء الكابتن مؤيد العجان هو لعب قوي جدا جدا ومستوى رائع وأنا فيه معزة كده ناحية مؤيد العجان وناحية عمر ميداني وناحية علاء الشبلي لأن اللعيبة دول كانوا عندنا في مصر وكانوا بيشاركوا وطبعا إلى الآن عمر ميداني مع نادي الاتحاد السكندري والحمد لله عادة للتدريب وقريبا سنراه بإذن الله في المنافسات ولكن لا يوجد لاعب فوق القانون ولكن للأمانة مؤيد العجان كان موجودا في فيديو يساء فيه إلى جماهير نادي الاتحاد الحلبي هو لم يسيء لجماهير أو لعشاق نادي الاتحاد الحلبي هو كان موجود في فيديو وكان علي رمال موجود وكان عدد كبير من مشجع نادي الوحدة موجودين يعني فكرة تحميل اللاعب مؤيد العجان مسئولية ما حدث وإيقافه ستر مباريات يعني أنا أقل من أن أنا أناقش قرارات الاتحاد السوري لكرة القدم ولكني لم أرى إساءة من مؤيد العجان لأي لاعب أو لأي كيان أو لأي جماهير بعض من الناس ممكن تقول أنه كان موجود وكان بيسخن الموضوع عشان يتم التطاول أكتر على جماهير نادي الاتحاد أنا ما شفتش الأمر ده للأمانة جلولي وجهة نظركم في التعليقات تحت الفيديو هل مؤيد العجان وبالرغم من ظهوره أمس في معسكر المنتخب السوري الأولى للرجال واضح أن الكابتن نبيل معلول تودد عشان مؤيد العجان يشارك حتى في المعسكر هل يستحق العقوبة ولا لا يستحق تلك العقوبة تعالوا نروح لموضوع تاني برضو وعقوبة أخرى ويمكن أدي لها فترة طويلة جدا جدا تحت جهات التحقيق وكانت هتغير مصار الدوري السوري الممتاز كله وكان ممكن نادي تشيرين يتعرض لعقوبة بسبب تلك القضية ولكن تم ألبت في تلك القضية وهي قضية شعيب العلي وإنتوا عارفين موضوع شعيب العلي والإشعات التي أطلقها أصبحنا الآن نتحدث عن إشعات بشكل رسمي أطلقها شعيب العلي أطلق إشعات بخصوص رئيس نادي تشيرين طارق زيني وقال أن هناك محاولات لشراء نادي تشيرين لبعض من المباريات ومنها مباراة الطليعة تم التحقيق في هذا الأمر وتم التوصل إلى بعض من القرارات تلك القرارات بين أيديكم يقرر ما يلي مادة واحد المصادقة على مقترحات لجنة التحقيق المتضمنة ما يلي ألف إعلان عدم مسئولية طارق زيني بصفته رئيس نادي تشيرين مما نسب إلي حول محاولة الرشوة لللاعب شعيب العلي بقصد التأثير على نتيجة مباراة تشيرين والطليعة في إطار منافسات الدوري العام للأندية الدرجة الممتازة للموسم 2019-2020 وذلك لعدم كفاية الأدلة باء معاقبة اللاعب شعيب العلي بالإيقاف عن اللاعب عاما كاملا نظرا لإقدامه على بث الإشاعات وإحداث البلبلة التي كان من شأنها إيذاء مشاعر الجمهور في الوسط الرياضي تاء التوجيه للأندية واللاعبين بضرورة التمسك بقواعد اللاعب النظيف والأخلاق وقواعد السلوك المعمول بها في الاتحاد العربي السوري لكرة القدم مدة 2 يبلغ هذا القرار لمن يلزم تنفيذه دمشق في 17-8-2020 قرارات قوية جدا جدا من الاتحاد السوري لكرة القدم إيقاف لمدة عام لشعيب العلي فكرة البحث في النواية وإن أنا أدور في النواية وإن أنا أقول ما كانش يقصد أو كان يقصد أنا ما بحبش الأسلوب ده ولكن أنا أحترم قرارات الاتحاد السوري لكرة القدم وأحترم أن القرارات تأخرت لهذا الوقت عشان تاخد وقتها في البحث وفي التحري ولكن طبعا كان واضح من قرارات الاتحاد السوري لكرة القدم في الفترة الأخيرة وبعد السماح لنادي تشيرين بالاستمرار في الدولة فكان من المتوقع أن القرارات تكون بالشكل ده إذن شعيب العلي يقف عن اللعب لمدة عام كامل رئيس نادي تشيرين طارق زيني بصفته رئيسا لنادي تشيرين هو محرر تماما مما نسب إليه من محاولة الرشوة وتعالوا نرد سريعا على ثلاث تعليقات من تعليقاتكم الكريمة والتعليق الأول من بيجا سيل يعطيك العافي أخي أحمد متى موعد مباراة الأهلي والهلال أرجو الرد وشكرا لك من القلب المباراة بإذن الله إن شاء الله يوم الخميس المقبل الساعة التاسعة مساء بتوقيت دمشق بإذن الله الساعة الثامنة بتوقيت مصر والسعودية وموضوع التوقيتات ده ناس كتير بتسألني فيه وناس كتير بتعدل علي في التعليقات لا هو التوقيت اللي مكتوب أمامي هو الساعة الثامنة إلا الخمس دقائق أنا ما أعلموا أن أهلنا في سوريا وفي دمشق التوقيت عندهم زيادة ساعة إحنا عندنا التوقيت بيتغير كل فترة بيتغير في الشتاء وبيتغير في الصيف وأحيانا ما بيتغيرش فواضح أن فيه اختلاف في التوقيت ولكن انتظروا المباراة بإذن الله إن شاء الله من الساعة الثامنة أنا شخصيا من الساعة الثامنة أكون جاعد ومنتظر ناس كتير برضو بتسأل هل عمر خريبين هيشارك هل عمر السوم هيشارك طبعا بكل تأكيد عمر السوم مشارك عمر خريبين على الأغلب هيكون مشارك لكن كبديل مش من البداية لإني طبعا المباراة قوية جدا وحاسمة جدا لنادي الهلال عشان يحسن منافسات الدوري ورأي يحدماه وتعليق آخر من وليد السوري أخي الكريم من تتوقع يفوز في مباراة الأهلي والهلال وهل سيلعب عمر خريبين قلنا أن عمر خريبين على الأغلب هيشارك لكن غير أساسي يعني هيشارك في الشوط التاني كبديل بإذن الله من اللي هيفوز عشان أكون صدق معاكم وبعيدا عن حبي لنادي الأهلي السعودي وحبي لعمر السومة ولكن نادي الهلال بأقل القليل من المجهود هيفرم النادي الأهلي السعودي نادي الهلال يعني نادي ما عندهوش يوم مرحميني نادي قوي جدا جدا عنده نجوم كتيرة أي نعم كارلوس إدواردو هيغيب ولكن برضو يظل نادي الهلال نادي قوي جدا جدا ولكن مش عارف ليه وبالرغم من تميز نادي الهلال وبالرغم من أن كل الأمور على الورق بتشير أن نادي الهلال هو اللي هيفوز لكن عندي إحساس أن النادي الأهلي هيفوز مش عارف ليه يعني عندي إحساس كمان إنه عمر السومة ممكن يسجل هدف أو اتنين ويفوز على نادي الهلال الأحساس ده طبعا مش جاي من الهواء أو كده لا أنا أنا عندي إحساس أن نادي الهلال عنده ضغوط وعندي إحساس برضو أن النادي الأهلي بعد ما هزم من الفيصالي ما عندهوش اي ضغوط دي وجهة نظر شخصية خلاص كده كده الاهلي في المركز التالت هيروح للمركز الرابع مايروح يعني ما فرجتش من التالت للرابع يعني ولكن نادي الهلال في المركز الاول وحابب يحافظ عليه اعتقد ان ده هيؤثر على اداؤه بشكل سلبي وهنشوف نادي الاهلي السعودية فايز في تلك المباراة وايضا تذكروا كلامي وتعليق من بيت المدريدستا ممكن سؤال هل في عام 2021 فار في الدوري السوري لا طبعا من الصعب جدا ان يكون فيه تقنية الفار في 2021 طبعا اولا لان تقنية الفار تقنية مكلفة جدا جدا ومش اي دولة بتقدر عليها حتى مصر كمان ما بتعملش تقنية الفار في كل المباريات في بعض المباريات الحاسمة والمهمة ده امر الامر التاني وده من وجهة نظري الشخصية ان الفار بيضيع من متعة كرة القدم يعني يعني ايه يحصل هجمة او يحصل تسلل او يحصل ركل الجزاء والحكم يبقى واجف جنب الكورة ويبقى فيه لاين مان على اليمين ولاين مان على الشمال ويبقوا شايفين الكورة جدامهم وبعد كده يرجعوا للفار اما للحكم كان موجود فين انا عارف ان احيانا بيكون مفيش تركيز ولكن ده فيه تلات اشخاص بيراقبوا نفس الكورة الامر من وجهة نظري بيضيع متعة كرة القدمة الكورة تجف ويروح الحكم عند الشاشات لمدة تلات اربع خمس دقائق زي ما حصل في مبارات الاهلي والفيصالي وفي النهاية احكامه برضو بتكون هي في النهاية خاضعة للنظر وخاضعة لوجهة النظر انا وجهة نظري الفار نفسه مش حلوة مش تقنية حلوة وجوده في الدول السوري لا صعب جدا جدا في نهاية الحلقة بشكركم جدا على الحسن المتابعة ومستني رأيكم في التعليقات تحت الفيديو في حلقة النهاردة وكمان رأيكم في العقوبة التي وجهت الى شعيب العلي هل من وجهة نظركم كان استحق تلك العقوبة ام كانت ممكن العقوبة تخفف قليلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته